اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي جعل الفردوسة لعباده المؤمنين نزلا أفاض عليهم فيها من النعيم وكساهم فيها من الحلل فلا يبغون عنها حولا الحمد لله الذي جعل الجنة دارا لكرامته وجزاء لأوليائه تلك الدار التي ما ذكرها فقير إلا نسي فقره وما ذكرها غني إلا احتقر غناه وما ذكرها مبتلا إلا كانت سلوة له عما يعانيه وما ذكرها مجاهد إلا وتمثلت في موقف الصحابي الجليل المبارك أنس بن نظر رضي الله عنه حين قال إني لأجد ريح الجنة دون أحد فزهد في الحياة بما فيها وتمثلت الجنة في سؤال أم حارثة رضي الله عنها أتت إلى نبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا نبي الله ألا تحدثني عن حارثة وكان قتل في يوم بدر فإن كان في الجنة صبرت وإن كان غير ذلك اشتهدت عليه في البكاء فقال يا أم حارثة إنها جنان في الجنة وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى تلك الجنة التي سهر لها وقام لها وتصدق لها أكمل الناس عقلا وعلما ودينا يسرنا أحبتي المشاهدين بأولى أن نلتقي بأولى حلقات مفاتيح الخير مع فضيلة الشيخ الدكتور أحمد الحمادي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بداية موفقة إن شاء الله ونحن نتحدث عن الجنة ورجائي من أخواني المشاهدين أنه ستبقى هذه الحلقة بعنوان الجنة فالمحاور والأسئلة ستكون في هذه الدائرة فقط وهي أجمل دائرة وأجمل مكان جعلني الله وإياكم من سكانها اللهم أمين دكتور أحمد بإذن الله نحط الأرقام الأرقام على الشاشة موجودة بإذن الله قبل أن نبدأ بالجنة هناك كلمة لشيخ الإسلام بن تيمية عادة ما تذكر إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة ما هي هذه الجنة أول شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أخواني وأنا وحييكم تحية مباركة وهانيكم على غداكم اللهم تتغدون كيف أعذروني على صوت اليوم لأن في الاتهاب صوتك حلو لكن جيت اتغاء وجه الله أحبهم على أي حال أخواني الله عز وجل يقول إن الذين سبقت لهم من الحسن أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون الإمام الشفعي رحمه الله كان ماشي في الطريق وأن يمناه يسراه جماهير فنقذ له على قولتنا اسكافي يهودي يصلح الأحذية فقال يا أبا عبد الله ربيكم يقول الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر وأينا الآن في جنة وأينا في سجن أنا اسكافي بسيط وخيط لا يؤبه لي نعم وأنت حولك الجماهير حاشدة فقال له الشفعي رحمه الله يا هذا لو علم المؤمن بما أعد الله له في الجنة لكانت الدنيا بالنسبة للآخرة سجنا الله ولو علم الكافر بما أعد الله له في النار من عذاب لكانت الدنيا بالنسبة للآخرة جنة فأحنا طرح في جنة صحيح أن ظاهر السجن كذا بالنسبة للقفار لكن صراحة جنة يعني تجد السعادة في قلبك حتى لو ما ملكت مالا تجد الراحة النفسية كما قال أحد السلف إنا لفي سعادة لو علم بها الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليها بحد السيوف فتنقى الطمانينة والراحة وهمشي الراحة النفسية كم من إنسان يملك أموالا ومليارات لكن في كدر وهم وغم وكتئاب وما ينام الليل إلا على مسكرات أو مسكرات أو نحو ذلك فإذن نحن فعلا في سعادة وهذه السعادة وهذه الجنة الدنيوية التي في قلوبنا هي ترشحنا إن شاء الله لجنة الآخرة بإذن الله تعالى الجنة جنة الآخرة دكتور تبدأ من البرزخ تبدأ من عالم القبر أم في أثناء دخول الجنة يبدأ النعيم تبدأ من عالم القبر أنت في القبر إما في نعيم وإما في جهيم فيحول قبرك على مد بصرك خضرة ويفتح لك من قبرك إلى الجنة ويأتيك من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره كل خضرة والعكس إذا كان واحد تعيس والعياذ بالله يضيق عليه قبره حتى تغتله فيه أضلاعه ويفتح له باب إلى النار ويأتيه من حرها وسمومها أذكركم في أسبانيا الشيء وهو أحسن رسام صراحة الله يرحمه فوق التسعين سنة قابلته فالمهم مسلم الحمد لله أكثر من خمس وعشرين سنة وعرض الإسلام على أخته عمره تسعين سنة وأسلم وعيش وحداني في قرية العجيب قال لي أخي أنا سأموت الآن وأموالي وممتلكاتي ستذهب إلى غير المسلمين قلت بسيطة الآن أكتب وصية أن هذه هي المسلمين قلت على المشكلة التسجيل هناك يأخذون عليها ما يقارب بعملتنا 200 ألف ريال قلت أنا أدبرها لك فعلا عن طريق واحد من المحسنين هنا فعطاني 100 ألف ريال ودبرناه فحول مزرعته وبيته وقف للمسلمين وحوله إلى مسجد المهم الشاهد أنه توفي فلما توفي أحد إخواننا هناك المسؤول الجمعية هناك يقول جاني في المنام يقول ما كنت تتصور الجنة هكذا لا إله إلا الله يعني دخل الجنة هو حتى الآن في القبر لا إله إلا الله ما كنت تتصور الجنة هكذا فأنت في القبر إما في جنة وإما في نام إما في نعيم وإما في جحيم والعياذ بالله القبر أول منازل الآخرة فإن ينجو منه فما بعده أيسر منه وإن لم ينجو منه فما بعده أشد منه ولذلك سيدنا عثمان كان يبكي إذا ذكر القبر أكثر مما تذكر الجنة والنار فقال السبب هذا إن كان الجنة فيه إن كان القبر فيه نعيم فبعده سئة نعيم نعم دكتور خلنا نبدأ الآن في وصف هذا الرجل قال أنا ما كنت أتصور الجنة به والله يعني لو أعتقد به مؤثر جدا المهم على أي حال بصورة إجمالية يا أخواني الجنة ما بناؤها ما ملاقها نحن نبدأ الآن بالبناء خلنا إجمالية صورة إجمالية إجمالية حتى الناس يسألوننا بعد ذلك إن شاء الله صورة إجمالية إجمالية مختصة دقيقتين بس أو دقيقة إن شاء الله لا خلنا شوي خلنا نسمع الحديث عن الجنة جميل الآن الإنسان إذا مر عند مبنى جميل ينبهر ويوقف يصور معه ويلتقط صور وتذكارية وكذا بناء الجنة شو هو أبراج بناعها بناءها من لبنة فضة ولبنة ذهب وملاطها المسك الأذفر طبعا أنت لما تحط طابوك يحتاج اسمية نحو ذلك هذا بذل اسمية المسك الأذفر وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت وتربتها الزعفران وين كان خيال أجيب هذه من ناعة البناء لكن إذا رحت بعد ذلك كذا رجعت وين توصل توصل لين توصل فوق إيش في فوق وفوق الفوق إيش وذلك خلي أقول لك في الصورة الإجمالية حتى الناس يتساءلون ويقولون قلت لنا كذا قلنا نسأل في كذا أبواب الجنة الآن أبواب الجنة عندك الأبواب الجنة طبعا عددها ثمانية ولا سبعة ثمانية الجنة النار سبعة والجنة ثمانية أنت لاحظ الآن عدد سبعة تكرر في عدة أشياء الطواف البيت سبعة والرجم الجمارات السبعة والسعبين الصفاء المروى السبعة والوانقص قزع سبعة ومروها ولادك بالصلاة سبع سماوات سبع سماوات سبع الأراضيين كنت في مجموعة من الإماراتين قال نسيت شيء إيش قالوا عندنا سبع إمارات أيضا سبعة متكررة من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره لذلك اليوم سمن ولا سحر إلى غير ذلك باب أبواب النار سبعة نأتي لجنة ثمانية ليش سبقت رحمتي غضبي الله سبقت رحمتي غضبي هذه الأبواب الثمانية سعت كل باب ما بين مكة وهجر يعني ما بين مكة وقرية في الباحث في البحرين كم المسافة هذا الباب هذا الباب الواحد ألف وخمسمية كيلو أو أكثر أو ما بين مكة وبصرة أيضا نفس المسافة بصرة في الشام يعني تقريبا أظن ألفين كيلو تقريبا هذا اتساع الباب يعني مسيرة أربعين عاماً ومع ذلك يأتي عليه قذيض قذيض من الزحارة وعندك هذه ثمانة أبواب الآن سعت الباب بهذه الشاكلة وهذه ثمانة أبواب مزدحمة مزدحمة وبعدين أول واحد يستفتح محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فخازن الخازن هو الملك يقول من فيقول محمد فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك هذا الدكتور طبعا ۜ بعد القنطرة وبعد السرات وبعد القنطرة خلصنا الآن نتحين الآن أمام باب الجنة الناس ينتظرون محمد صلى الله عليه وسلم في المقدمة يطرق باب الجنة طبعا الآن السؤال أول من يدخل طبب بعض محمد صلى الله عليه وسلم من أول من يدخل من المسلمين dado لك هذا هو السؤال نطرح أول لا أو ND لا أطرح دكتور أول من يدخل سبعون ألفا وجوههم أول زمرة يدخلون الجنة وجوههم على صورة القمر وبعدين سبعون ألفا لا يحاسبون الله الله يجعلنا منها سبعون ألفا لا يحاسبون وفي بعض الروايات طبعا السبعين ألف وعادني ربي أن يدخل الجنة من أمتي سبعين ألفا مع كل سبعين أن يدخل الجنة من أمتي من غير حساب ولا عذاب سبعين ألفا مع كل ألف سبعون ألفا وثلاث حثيات من حثياته والحسب الآن سبعين ألف ومع كل ألف سبعين ألف وثلاث حثيات من حثيات ربنا لعلك كم العدد عدد هائل جدا طبعا السؤال الذي يتبادل لديه مش معنا هؤلاء لماذا؟ ما السبب؟ ما السبب؟ طبعا السبب في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم في رواية المسلم يقول عريضت رفع استعرض المواقف الناس ناكو الأنبياء إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل هذا موسى وقومه ولكن انظر إلى الأفق فإذا سواد عظيم فقيل لي فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي أنظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم سبعون ألف يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب طبعا العدد أكثر من ذلك كما قلنا في الرواية الثانية فثم خرج فدخل منزله فخاض الناس في أولئك السبعين الألف يدخلون من غير حساب ولا عذاب فبعضهم قال هم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا وقال آخرون هم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال آخرون شيئا آخر فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أسألهم ما الذي تخوضون فيه فذكروا له فقال هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون وفي روايتهم ولا يكتمون فقام عكاش بن محصن قال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم قال أنت منهم فقام رجل آخر طمع أيضا فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم قال سبقك بها عكاشة وفي تضبيط آخر عكاشة بهذه اللفظين الحديث الأوصافهم لا يرقون لكن لا يرقون صراحة ظهر وهم من الراوي لأن الرقي مطلوب شرعين ومحمودة فإذن شيء لا يرقون إذن الصحيح لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون لا يسترقون يعني لا يطلبون من غيرهم أن يرقيهم ليش لأن من عظيم توكلهم على الله وحسن ثقتهم وعظيم ثقتهم في الله طوالي إلى الله بإذن واسطة وهذه رسالة دكتور لكل مريض رسالة كثير من الناش كل من يعاني كل من يعاني يتسرم بكم ارجوك جيب لي مطوع يقرأ عليك أقول له ارجع إلى الله أنت ارجع خلاص نحن مجزة دينة ما في بيننا وبين الله واسطة إذا كنت ضعيف الإيمان تلجأ إلى مطوع قوي الإيمان وتدريد أن تدخل الجنة من غير الحساب ولا أعذاب طوالي إلى الله لا يسترقون ولا يتطيرون عجيب لا يتطيرون عندك إلا أن الغربيين يتطيرون من نغم 13 نعم الفنادق الفنادق وغيرها بالعجيب أنت الآن أقول لك شيء كنت أنا في راحة دعوية من دنمارك عقب ما فتحنا مسجد خير المرية صلى الله عليه وسلم رحت مع شباب نرويجيين مسلمين جدد إلى النرويج قالوا تعال سوي لنا مركزنا ماذا أنتم سويتوا مركزنا يحسبوني أنا وزير المزرعة المهم ففي الطيارة نحن راكبين قلت له يلا كونت وان تو ثري ثري فور اثنى عشر اربعة عشر تولف فورتين وين ثرتين نقص قال والله وين ثلات عشر قلت ما تدري هذا لي يتطيرون حتى في الطائرات الكراسي تلقى احد عشر اثنى عشر اربعة عشر ما تجد ثلات عشر من النادر جدا حتى في الطائرات الاسلامية بلاد عربية وزرمين نحن نشدم نحن إلى هذا الحد فهي طريقة حتى اللاعبين تلقى ارقامهم حد عشر اثنى عشر اربعة عشر ما في ثلات عشر غريب الله احنا لا ديننا ما في هذا المهم بيت القصيد هذه اوصاف هؤلاء الذين يدفلون الجنة بغين حساب والعالم على صورة القمر ليلة البدر الله أكبر دكتور يعني همت سيدنا عكاشة وفي اللفظ الآخر عكاشة عكاشة كيف ان الهمة كانت قوية مباشرة طلب فحصل هذه دافعية للجنة ان لا تتأخر ومن تأخر قالت سبقك بها عكاشة انتهت هي كانت له فرصة ليتنا ما كان عكاشة لطلبه بس بهذه الأوصافة يا أبو خالد ممكن ندرك إن شاء الله عندك لا يسترقون ولا يتطيرون وأيضا لا يكتبون في بعض اللوايات وعلى ربهم يتوكنون كل هذه ترشعك لأن تكون كذلك بأذن الله نعم دكتور الناس في الدنيا تتلذث بالأطعمة وأنواع الأطعمة والأشربة والآن دخلوا الجنة والجنة جاءت فيها مواصفات كثيرة في قضية الأكل لكن أول طعام يأكلوها للجنة نعم انت الآن حتى عند الباب شوف الآن وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراء حتى إذا جاءوها وفتعت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طيبتهم فادخلوها خالتهم هذه الآية وقرأ الآية التي قبلها وكانت سبب في إسلام واحد في نيزلندا أول مسجد تشرق عليه الشمس يسمى مسجد النور صليت فيها المنقصة بديعة إن شاء الله إذا حدث عننا نقولها المهم وسيء الآن أنت رايح إلى باب الجنة ومساء الملائكة معاك حفاوة الله كبار كبار زوار يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدها الله شوف ونسيق ونسيق المجرمين إلى جهنم ورده فرق بين هذا وذاك وفد أنت تقول وفد رسمي خلاص أنت ماشي حولك الحاشية وحاشيتك في ملائكة الله أكبر فماشي إلى الباب فوسيق الذين اتقوا إلى الجنة وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراء حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها العجيب قال وفتحت واو نعم لما تقرأ في الآية السابقة وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمراء حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتيكم رسول منكم يتلون عليكم آيات عربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين انقل الآية الثانية وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراء حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها لماذا؟ هاي يسمونها واو الثمانية واو الثمانية هناك سبعة أبواب ثمانة أبواب عجيب حتى في الحرف الواحد له حكم وإعجاز ثمانة أبواب ليس سبعة فلذلك تشوف اللفظ اختلف بحرف واحد اختلف المعنى ففتحت الأبواب جنات عدل مفتحة لهم الأبواب ويلا ادخل والملائكة تستقبلك تستقبلك بالسلام طبتم فادخلوها سلام طبتم فادخلوها خالدين حلوة أنت خاطرك تشوف الملك يا إلسان نورانية فتشوف الملك في يوم القيامة وأبدأ يستقبلونك على باب الجنة تعال تفضل يا طيب هذا فتاني وهذا مكستاني وهذا أفريقي ومشاكين تعال ادخل ادخل تصور المنظر الله أكبر هذا هو بالمقابل هناك كلما دخلت أمة لعنت أختها هذاك في النار فانظر كيف هذا الاستقبال وهذا الاستقبال أعزائي المشاهدين فاصل قصير ونعود إلى الجنة إن شاء الله اشتركوا في القناة الأسبوعي بإذن الله سيستمر معكم مع مفاتيح الخير وضيفنا اليوم هو فضيل الشيخ الدكتور أحمد الحمادي والحديث بداية وتيامنا عن الجنة جعلنا الله وإياكم من ساكنيها والأرقام التي سيتم التواصل من خلالها تأتيكم امتباعا على الشاشة فضيل الشيخ الدكتور أحمد الحمادي ذكرنا قبل الفاصل بأن الناس في الدنيا يتلذذون بالأطعمة وأنواع الأطعمة طعام الجنة بل وأول طعام في الجنة أول طعام يا أخي بعد بسم الله أول طعام ناكله زيادة كبد النون يعني حوت زيادة كبد الحوت لماذا مسر فيها هذه صراحة قصة حلوة يهودي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فأنا ودي أتركه لأن حد يتصل بنا بعد ذلك يقول لنا شون القصة نزيم وحسن حد أنا أخاف الطول شوية فضل نزيم المهم أول طعام نأكله زيادة كبد النون زيادة كبد الحوت الأول طعام يقدم لنا طيب هو السؤال سيطرح يعني لماذا خلي طرحه معنا مشكلة طيب أنا أطرح عندك بعد ذلك طبعا الأرض هذه اللي احنا عايشين عليها ايش يصير فيها طبعا كثير من الناس ما يدرون بها هذه الأرض يكفأها الجبار بيده كما يكفأ أحدكم غبزته في السفر نزلا لأهل الجنة يوم القيامة رب العالمين يقلب هذه الأرض في يده مثل الخبزة يسوي خبزة نزلا لأهل الجنة حديث البخاري ومسلم نزلا لأهل الجنة فجأ يهودي ما كان سامح هذا الحديث بالنبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا القاسم ألا أخبرك كيف تكون الأرض يوم القيامة عجب هذا اليهود Resource فقال تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يكفأها الجبار وفي ي Phillips يجبأها الجبار بيده كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر نزلا لأهل الجنة الرسول صلى الله عليه وسلم التفت على الصحابة واضحك تعجبا مما قال اليهودي إن قال نفس الكلام اللي قالها النبي عليه الصلاة والسلام بالصحابة دون أن يسمعوا منه فاليهودي قال للنبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبروك بإدامهم الخبز يحتاج صالون وإدام فبالام ونون طبيعة اليهود ملغزين بالام ونون الصحابة سألوا إيش بالام قال ثور ونون ثور ونون نون حوت يعني يأكل من زائدة كبدهما سبعون ألف الله أكبر يأكل من زائدة كبدهما سبعون ألف طبعا رب العالمين قادر على كل شيء هذه الأرض جمادات حصة وحجارة و جبال و ذهاد و أشجار كيف يسوي هذا يسوي خبزها عزيب الله لكن الله قادر على كل شيء طبعا هناك مطعمات أخرى لذيذة جدا وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل و أتوا به متشابهة و لهم فيها أزواج مطهرة و هم فيها خالدون التفاحة شكلها تفاحة لكن طعمها غير البرتقال نسل شكل لكن طعمها خير و أتوا به متشابهة و قالوا هذا الذي رزقنا من قبل نسل شكل لكن طعم غير الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف رأاه الصحافة يصلي و فجأة يتراجع فقالوا بعد الصلاة يا رسول الله ما رأيناك تكفك تكعكعت تراجعت خير إيش حصل لك قال رأيت الجنة فتناولت منها عنقودا عنقود ولو أخذته لأكلتم منهما بقيت الدنيا الله أكبر غير قابل الفناء عنقود واحد عنقود واحد غير قابل الفناء عجيب الله رأيت الجنة و تناولت منها عنقودا و لو أخذته لأكلتم منهما بقيت الدنيا هذا عنقود واحد كيف باقي العناقيد وباقي الثمار برتقال تفاح نناص أشياء شفتوا أشياء يمكن ما شفتوا في قطر شفتوا في مكان ذالي حلوة حلوة جدا طيب السؤال يتبادر للذهن هذه الأطعمة وهذه الأشربة هل هناك جوع؟ هل هناك عطش؟ لماذا الطعام إذا؟ لا جوع ولا عطش العجيب مو بس كذا يقول السؤال الآن أنت تأكل كثير وتشرب كثير طبعا تأكيد تخرج الفضلات ولذلك يهودي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا القاسم تزعم أن أهل الجنة يأكلون ويشربون والنسول صلى الله عليه وسلم قال والذي نصي بيده إن أحدهم ليعطى قوة مئة رجل في المطعم والمشرب والشهوة والجمع قال انزينك كأنه لا نصيده فقال اليهودي يا أبا القاسم أن الذي يأكل ويسرب يحتاج لقضاء الحاجة يعتبر نفسنا أن هذه صيدة الآن فالرسول صلى الله عليه وسلم قال في معنى الحديث حاجة أحدهم ريح عرق يفيض من جلودهم كريح المسك فإذا البطن قد ضمر الله هذه الحاجات تطلع ريح من الجلود من الجلودهم مثل ريح المسك فإذا البطن قد ضمر يلا هات مرة ثانية ناكل وسرم حلوة عندك وصف القرآن وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة وأنا مالق مصفوفة وزر بي مبتوثة وعندك خطوفها دانية خطوفها دانية لا تحتاج تتعلق أو تتحصها وهذا أبدا خطوفها دانية خطف وكل طازج يعني متعة ما بعدها متعة تاكل تشرب ما تشاء وتاكل ما تشاء أبدا ما أحد يحاسبك بس روحه كله يشرب دكتور الآن نحن إن شاء الله جعلنا من سكان الجنة نضرب مثال في الدنيا أنني لو أردت الآن اللبن أو الخمر أو الماء يجب أن نذهب إلى مكانه صح إذن هذه الأشياء متوفرة في كل مكان في كل مكان عندك الأصل الأنهار أولا مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء فيها أنهار من ماء لن يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى أو فيها مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى لكن قل لي هذه الأنهار وغيرها من الأنهار وين تشيء؟ هذا هو السؤال الآن وين المنبع؟ وين المنبع؟ جميل أسأل وتسأل وأجاوب أجاوب؟ 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 أجاوب نريد أن نعيش الجنة طيب لأننا قلنا نرى طبعا الجنة درجات نعم فشوف إن في الجنة مئة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض مئة درجة هذا بس المجاهدين مئة درجة كل درجة ما بينهما كما بين السماء والأرض هذه فقط للمجاهدين فقط للمجاهدين الزين طيب وكل درجة ما بينها كما بين السماء والأرض وفإذا سألتم الله فَاسْأَلُوهُ الفِرْدَوْسِ فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةُ وَأَعْلَى الْجَنَّةَ وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ وَمِنْهُ تُفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةُ من الفردوس الله إذن الجنة من الدرجة هذه فوق جنة الفردوس أعلى شيء جنة الفردوس هي أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقها عرش الرحمن بالله عليك سقفها عرش الرحمن يشتفوا أكثر من كده ومنه تفجر أنهار الجنة أن تتصور العرش الآن أول شيء الكرسي طبعا كرسي غير العرش الكرسي موضع القدمين كما قال ابن عباس رضي الله عنه بإسناد صحيح قدمين الله عز وجل كيف القدمين لا نؤول لا نكيف لا نمثل نؤمن كما ورد فقدمين الله على الكرسي هذا الكرسي كم قدره كم حجمه اسمع الآية وَسِعَ كُرْسِيُهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شوف سبع سماوات سبع أراضين كن واسع شاسع وَسِعَ كُرْسِيُهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يا الله سبحانه ولذلك ألا نتكلم عن الكرسي هذا الكرسي ولذلك ورد إنما مثل السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلاة الله أكبر شوف حلقة حلقة صغيرة قد النصري على الممكن رميتها في صحرة رميتها في صحرة شاسعة كحلقة مثل السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فضاء وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة ضال أجيب الله أكبر تصور الآن الله أكبر هذا هو العرش ورب العالمين استوى على العرش سبحانه وتعالى ومن هذا العرش تفجر أنهار الجنة عرش تفجر منه أنهار الجنة كم قيمتها كم حلاتها حلوة الله أكبر ففرصة سيدنا حارثة رضي الله عنه في رياضة الإمام المخالي هو شاب يشاهد معركة بدر بس كان في ناحية ما كان في وسط المعمعة كان غافل فجاءه سهم غار طائش فأودابه ما كان قاصد ولا يدري أبدا غافل ما كان مواجه لأعداءه فجاءت أم حارثة بعد المعركة قالت يا رسول الله هاي نصر بخاري أحارثة تعلم أتعلم موقع حارثة مني أهو في الجنة فأصبر أم غير ذلك فلا بكين فقال لها هبلت بتعبيرنا العام جنيتي هبلت أجنة واحدة إنها جنان كثيرة وإنه في الفردوس الله أكبر اسمع تعليق بن كثير يقول هذا الآن ما كان في وسط المعركة وكان غافل في ناحية سبحانه غافل عن الجهال كيف بمن واجه المعنى ومع ذلك هذه من زلطة فكيف بمن كان في وسط المعركة وواجه عدوه خلاص إما أقتل أو أقتل كيف يكون هذا الله مرزقنا في الدرس الأعلى اللهم أمين واجعلنا للشهداء اللهم أمين دكتور الآن تفضلت بأن الناس عند الباب ستحفهم الملائكة وبدال الحرة ستكون هذه الحفاوة من الملائكة ويبدأ الإنسان النظر الأولى لهؤلاء الملائكة طبعا النظر الأولى كانت لملك الموت وسيرى الملائكة عند قبض روح ولكن الآن الملائكة الأمر يختلف هنا ملائكة رحمة وملائكة بركة وخير ولكن النظر إلى وجه الله عز وجل والأكس فعلا أبو خالد الآن طبعا الجنة فيها نعيم كثير حوارين وخضرة وفواكه وأنهار وخمر وغير ذلك لكن أحسن نعيم في الجنة رؤية رب العالمين نظر إلى وجه رب العالمين شوف الآن إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم دكتور هذا الحديث أنا بيستمتع فيه ومع أي اتصال خلني أخذ ورجع لأن النظر إلى وجه الله عز و جل لأنه أعلى متعة في الجنة يا بالله أخوي خالد سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته خالد سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا حواك يا شيخ خالد معي معايك خالد ثماني ما نسمع طيب لن نبني هذه القطعة تحديدا هذا الحديث لا نريد رجع أخوي خالد ما عيني يا شيخ؟ طيب ألو السلام عليكم خالد وعليكم سلام وعليكم سلام وعليكم سلام حياك الله أخوي تفضل خالد أول شيء أشكركم على البرنامج الحلو والله إزاكم خير وإزاكم حصناتكم إن شاء الله آمين شيخ عندي سؤال بك من هم أكثر أهل الجنة؟ من هم؟ أكثر أهل الجنة طيب سؤال واضح إن شاء الله سؤال ثاني خالد وإجزاك الله خير الشيخ وإجزاك إن شاء الله وإجزاك حياك الله أخوي خالد رؤية الله عز وجل رؤية الله طبعاً هو أحسن نعيم في الجنة وألذ شيء رؤية رب العالمين قال تعالى وجوه يمئذ الناظرة إلى ربها ناظرة إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئاً أزيدكم قالوا ألم تبيض وجوهنا ألم تدخن الجنة وتنجن من النار في شيء أعظم من هذا فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى ربهم الله أكبر كل أهل الجنة الله أكبر كل أهل الجنة سيرون ربهم الله أكبر الله حلوة لذيذ أعكس الآن أهل النار طبعاً النار شديدة العذاب وجحيم وعذاب وعرق يتشورون من القيح والصديد ويعني كل ما احترقت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها أتصور أن أقصى عذاب في النار شما؟ حرمانه من رأية الله لا إله إلا الله شوه الآية كلا إنهم عن ربهم يوم إذن لم يحجوبون كلا إنهم عن ربهم يوم إذن لم يحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم الله أكبر صليان الجحيم والعذاب في الجحيم درجة ثانية من العذاب تعتبر بالنسبة للحجاب عن رؤية رب العالمين سبحانه وتعالى دكتور دعنا نذهب إلى الجزائر عبد الكريم سلام عليكم سلام ورحمة الله حياك الله أخي تفضل سلام عليكم سلام ورحمة الله وبركاته أخي عبد الكريم لو تغلق لو تغلق صوت التلفزيون أفضل حتى صوت ما يذكرر علينا تفضل يا أخي أحسن أحسن خلاص خلاص نعم سلام عليكم نحييكم بتحية الإسلام سلام عليكم سلام عليكم ونشكركم على هذه الحصة في هذا اليوم المبارك إن شاء الله يا رب اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا رب العالمين اللهم اجعلنا من أهل الجنة سؤال للشيخ الفاضل من فضلك شيخ يعني بدي أعرف إن شاء الله حين لما نوصل لباب الجنة يعني فيه شي ينزع من صدر أهل الجنة نعم يعني سؤالي كيف يكون هذا الشي ينزع من صدر أهل الجنة إن شاء الله يا رب شكرا إليك شيخ حياك الله إذن دكتور هو أعظم نعيم في الجنة رؤية رب العالمين سبحانه وتعالى وأعظم عذاب في النار الحرمان من رؤية رب العالمين من رؤية الله عز وجل إن شاء الله العافية سؤال لأخونا خالد قبل ما نرجع للتسلسل الجميل ونحن نتكلم عن الجنة من هم أكثر أهل الجنة؟ طلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء لكن السؤال أيضا الثاني أكثر شاكن الجنة الرجال أو النساء؟ اختبر معلوماتك أكيد نساء لأن إذا كان كل رجل ستكون له زوجات وزوجات وزوجات هم في الدنيا أكثر وفي الجنة أكثر وفي النار أكثر في النار أكثر سؤال الله العافية السؤال الثاني شنا؟ إذن هم الفقراء الأخ عبد الكريم الجزار يقول عندما يكون ناس بعد القنطرة وعند باب الجنة ونزعنا ما في صدورهم من غل ما هو هذا الغل الذي وصلوا به إلى هناك؟ أصلا في القنطرة يتقاصون مظالمة كانت بينهم حتى إذا نقوا ووذبوا خلاص راحوا من الجنة شيخ يعني هذه المظالم لم تنتهي في عذاب القبر ولم تنتهي مظالم بشرية هذا أخذ مالي وهذا ضربني وهذا سبني أم هو الغل الذي في الصدور؟ المهم عموماً وبعدين ونزعنا ما في صدور من غل إخواناً على سر متقابلين لا غل ولا حسد ولا حقد ولا شيء بعد الغل أصبحوا إخواناً؟ خلاص ما فيه لذلك أبداً لا غل ولا حسد أبداً إخوة متقابلين على سر متقابلين يعني السعادة ما بعدها سعادة في الجسم وفي النفس أبداً وطبعاً هناك في الجنة لا نوم فيها لأن النوم أخو الموت كما قال نبي صلى الله عليه وسلم ما تنام ويلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس سوشراً ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يدفلون ولا يمتخطون فما فيه وساخة دكتور الآن أعلى أهل الجنة هو من سيكون في الفردوس الله لكن طيب لكن أقل أهل الدرجة إن أدنى أهل الجنة سأل موسى في الولايات المسلم سأل موسى ربه ما أدنى أهل الجنة يا ربي ما أدنى أهل الجنة منزلة قال هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة الجنة فيقال له أدخل الجنة فيقول يا ربي كيف وقد أخذ الناس منازلهم ونزلوا منازلهم كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم فيقال له أعترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا فيقول رضيت يا ربي فيقول لك ذلك وبثله 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 فيقول في الخامسة رضيت ربي فيقول هذا لك وعشرة أمثاله ولك ما اشتهت نفسك ولذت نفسك فقال موسى يا ربي فأعلاهم منزلة قال أولئك الذين غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشري الله يجعلنا ويكمنه يا رب اللهم أمين ومشاهديننا إن شاء الله الأختم محمد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله حياكم الله الله يجزيكم خير على البرنامج ويجزاكم إن شاء الله ممكن أسأل الشيخ تفضل الشيخ معك العمل الذي يدخل الجنة العمل الذي يدخل الجنة أيه جزاكم الله إن شاء الله وجزاكم دكتور ما زلنا تسلسل الآن هل في الجنة ليل؟ نهار؟ شمس؟ قمر؟ لا ما فيه ضحى ولا شيء المهم الجو مفتوح جو جميل وعايشين كأن الزمن قد توقف خلاص مطر؟ زراعة؟ في عجيب حديث البخاري أن رجلا من البادية والنبي صلى الله عليه وسلم جالسه يحدث ذكر أن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع فقال له الله أولاست فيما شئت ليش تعب نسك وتزرع؟ سبحان الله فقال قال نعم ولكني أحب أن أزرع هوايت إيش أسوي؟ فأسرع فبذر فتبادر الطرف نباته واستواءه واستحصاده وتكويره أمثال الجبال الله فقال له دونك ابن آدم فليس يشبعك شيء سبحانه فقال يا رسول الله إن تجد هذا إلا قرشيا أو أنصاريا فإنهم أصحاب زر أما نحن بدو لسنا أصحاب زر صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فاللي تجتهي نعاكة يحصل أن المؤمن إذا اجتهى الولد في الجنة نعم كان حمله ووضعه وسنه في ساعة واحدة كما يجتهي نأتي للتفصيل إن شاء الله تعالى ولكن أعزائي المشاهدين بعد هذا الفاصل نعود إلى رياض الجنة موسيقى حياكم الله عزائي المشاهدين مع ضيفي فضيلة الشيخ الدكتور أحمد الحمادي ومع برنامجكم مفاتيح الخير دكتور السؤال لأخت محمد العمل الذي يدخل الجنة طبعا العمل الصالحة عموما الصلاة الصوم بر الوالدين الإحسان للزوج وطاعة الزوج بالمناسبة الحديث لا تؤذي مرأة زوجها في دار الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله فإنما هو دخيل عندك يوشك أن يفارقك إلينا فحاسب غلت حاسب فلازم أطيع زوجها طبعا في المعروف في المعصي إلا نعم بطاعة مخلوغة في المعصية الخالق الأعمال البر عموما الصدقات هناك أمواب في الجنة باب الجهاد باب الصدقة باب الريان باب الصلاة فحاول تبدأ إذا كان صلاتك يعني ما فيه خشوع أغلب الناس ما فيه خشوع صراحة أبدع في باب الجهاد ما تقدر فيه باب الجهاد فيه باب الصيام صوم الأثمين والخميس وكذا أبدع في باب الصدقة أوه كثر من الصدقة فحين يدى عندك باب ممكن تدخل منه باب الصدقة إن شاء الله نحن نعم وهكذا أعمار أهل الجنة أيها شوف أهل الجنة هكذا جعداً مرداً بيضاً جعاداً مكحلين أبناء ثلاث وثلاثين في خلق آدم ستون ذراعاً في عرض سبعة أثر شوف الأوصال مرة هنا يا دكتور جرداً مرداً نعم وبيضاً وجعاداً موضعفون مكحلين أبناء ثلاث وثلاثين في خلق آدم ستون ذراعاً في عرض سبعة أثرع طبعاً ستون ذراع يعني أذكر منارة جامعة الشيوخ كمثال سبعة وثلاثين متر شوف نس الطول المنارة طول منارة جامعة الشيوخ كمثال يعني نعم نس الطول سبعة أثرع سبعة أثرع عرضها كلنا نس الشاكلة طبعاً جمال في الوجه أيضاً نساء أيضاً جمال وأيضاً صغار وكذا فالكل مرتاح ومستانس ما واحد أجمل يعني ما واحد أصعب من الثاني وأكلم من الثاني كلهم فلسستان جميل جميل هذا اللون هذه الهيئة للوجه هل تتغير مع مرور الزمن؟ أبداً لا يشب ولا يهرم لا يهرم ولا يسقم ولا أبداً نفس الشاكلة يتم على نفس الحالة خالداً مخلداً فيها أبداً دكتور يعني الآن ليس فيها ليل ولا نهار وإنما جو جميل والناس يعيشون لا في وظائف لا في دوامات لا في عمل لا في شيء يستمتعون في الحياة إلى متى؟ خالداً مخلداً فيها أبداً إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور الذهب ولؤلوها ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد وقبلها آيات أيضاً عن النار أذكر قرأتها على واحدة في ملدوفة في قصة عجيبة وإيش كانت النهاية يمكن ما على أيام أقول لكم فأثرت فيها تأثير بالغ جداً جداً وإيش كانت النهاية؟ لا بعدين نقول لكم قصة طويلة ما يمكن أن اتزعها المهم فتأثير الجنة والنار بالغ جداً جداً خاصة لما تقرأها من خلال الآيات الكريمة بخشوع مؤثر جداً المهم حالداً وخلداً فيها أبداً ولا يموت ولا يمرام ونسس سن ومو بس كده ترى أنت قلت لك جميل يوم الجمعة كل جمعة هناك سوق يأتونها كل جمعة فتهب عليهم ريح الشمال فيزدادون حسناً وجمالاً فيرجعون إلى أهليهم وقد يزدادوا حسناً وجمالاً فيقول لهم أهلهم والله لقد استددتم بعدنا حسناً وجمالاً فرد عليهم أهلهم وأنتم والله لقد استددتم بعدنا حسناً وجمالاً الله إذن الجمال يتجدد يتجدد أنت لو تشوف واحد ينفس الشاكلة تمل لكن يتجدد يتجدد وطالع من أهلك وراجع أهلك أنت غير وجوك هم غير وجوك يعني دكتور كوافرات ومساحيخ تجميل هذا ما فيه يعني المرأة تكون جميلة ويتجدد الجمال من غير المساحيخ ولذلك أخواتي أنت أشرت إلى نقطة مهمة إياهن أخواتي يعني أستغرا في هذه المتزوجات خاصة المتزوجات الآن وتلقى لابسة بكرة وتتكحل 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 لزوجة لماذا تتفضح كحلين أمام الجانب أنت لأم الستة رابسة بكرة إذا تشغل الله أخير هذا الكحل ليش؟ هذا في البيت أو ضربك وضرب ديكورات في الشغل الديكورات للبيت أما في الجنة فما تحتاج الأمور هذه كلها هي هكذا خلق رباني سبحان الله الدكتور تكلمنا عن البيوت ولكن الخيام كثير من الحديث في وصف الجنة أن المسلم له خيمة نرى أن في الجنة لخيمة من نؤلات مجوفة طولها ستون ميلة للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا إذا معنى ذلك المؤمن كم زوجة له؟ أقل في زوجتين طبعا معنى أستحن أشرح ليش زوجتتين في البداية و ليش بعدين كذا لكن بعد اللقاءة تلزوني ممكن واحد يجيني وأشرح له المهم يعني كثير كثير في خيمة وحدة طولها ستون ميلة و في رواية عرضها ستون ميلة لا يرى بعضهم بعضا هذا أهل لهذا المؤمن أجيب والله هذه خيمة وحدة دكتور في الجنة للإنسان ما طلب صحيح الآن رؤية الله عز وجل طيب رؤية النبي صلى الله عليه وسلم طبعا سنان النبي صلى الله عليه وسلم أخوانه من الأنبياء والرسل كلهم كل المؤمنين من لدن آدم عليه السلام إلى يوم القيامة سنراهم بإذن الله في الجنة و نتزاور و نتحدث و نسألهم على التاريخ أودك تسأل على التاريخ البشرية من يوم آدم عليه السلام كيف كان التاريخ البشرية إذا كان عمر الكون يقولون أربعة عشر مليار سنة 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 كما يقولون طيب أودك تسأل على التاريخ كيف مر و كيف كان و ممكن نشوفها دكتور و ممكن نشوفها أنت الآن من على الجيولوجية و المدريش يسمون هذا العلمية اكتشفت بعض الأشياء لكن هناك يعني أودك تطلع على الحقائق كما ينبغي ففرصة طيبة أخوانك هالك كلهم تشتمع به أنت الآن أمك أبوك فوق و الأولاد قد يكونوا لأعمالهم أقل نعم و الجنة ما فيها هم و لا غم و لا حسن فيتكدرون الأبا و الأمها لا و الذين آمنوا و اتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم و ما ألتناهم من عملهم من شيء حتى يكون مهمومين مغمومين فهذا الأولاد يرتفعون فوق إلى الدرجة التي فيها الأبوين و إن كان العكس كذلك الولدين و الأبوين و لكن ورد مثلا الواحد إذا مات لأولاد صغار صغارهم جاء رجلنا بهريرة فقال إني قد مات لي ولد صغير فهل أنت محدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء نعزي به أنفسنا قال نعم صغارهم دعميس الجنة يتلقى أحدهم أباه أو قال أبوي فيأخذ بيده أو قال بصنفة ثوبه كما آخذ أنا بصنفة ثوبك هذا فلا يتناهى أو قال فلا ينتهي حتى يدخله الله و أباه الجنة لا إله هل الله إذا دكتور كلمة ختامية في أن ندفع بأنفسنا اليوم لعل ما نسمع من متاع لعل أصاب الإنسان جزء منه في الدنيا فرأى السيارة الفارهة والبيت الفاره والفنادق و إلى آخر فلعله ينسى بهذا النعيم نعيم الجنة في دقيقة واحدة سوف الله عز وجل يقول وَمَا هُوتِيتُمْ مِنْ شَيْمْ فَمَتَى وَلْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرُ وَمْوَا أَبْقَاءَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ إذًا يجب أن نفكر خلاص حاسب أنفسنا أنا مقبل على الآخرة و الدنيا تعبانة و منتهية خلاص إذًا أعمل لآخرتي كأني بموت الآن إذا حطيت هذا المنظار أمام عيني و في بالي فحينئذ سأعمل لآخرتي فعلا نعم دكتور كتاب تنصح فيه أن الأخوة يستزيدون كذلك من نعم لكن من بين الكتب المختصرة الزينة السهلة و خاصة للمتدئين كتاب الجنة الجنة والنار للشيخ الأشقر رحمه الله فسهل و سلس و مرتب تفتيب طيب طبعا فيه كتب تانية لكن هذا أهمها نعم إذًا كتاب جميل للدكتور عمر سليمان الأشقر الجنة والنار توصي به كتاب الجنة والنار طيب دكتور يعني لا يسعنا في الختام و قبل الختام بكذلك دقائق معدودة نريد الدعاء و هذا يوم جمعة و لعلها ساعة إجابة و نسأل الله أن يتقبل ان شاء الله يا حي يا قيم برحمتك أن أستغيث يا ذا الجلال والإكرام يا رحمة الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلالي و شك عظيم سلطانك اللهم إنا نسألك عيش السعادة و موت الشهداء اللهم رحمتك أن الجفلتك لنا إلى أنفسنا طرفة عيني ولا أقل من ذلك اللهم أكفنا الكائدين و واشينا و الحاقدين و العائلين و الحمد الرحمين ربنا هم لنا من أزواجنا و ذرياتنا قلة أعيني و اجعلنا المتقين إماما اللهم أعنا على عمل الخير و خير العمل اللهم فرج كلب مكروبين و قضي دين الدائنين و أزل هم المهمومين اللهم إنا نسألك السعادة في الدارين اللهم أصلح أولادنا و أولاد المسلمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هملا إلا برشتك ولا حاجة هي لك رضا ولا نفيها الصلاحة إلا قضيتها أرحم الرحمين اللهم إنا نسألك في الدوسة الأعلى ربنا آتنا في الدنيا حسنة و في الآخرت حسنة و وقناعة بنار اللهم أمين و صل الله و صل الله على سبيل محمد و حالة آله و صحبه جمعين و جزاك من مخير و بارك الله فيكم و جزاك الله خير دكتور أحمد الحمادي على هذه الرسائل و هذه الكلمات أحبتي المشاهدين الجنة دار النعيم المقيم عدها الله لعباده المؤمنين فهيأ فيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ولأهل الجنة العاملين لها أوصاف يعرفون بها ولها سبيل للولوج إليها فاقصد السبيل تنل النعيم مع مفاتيح الخير نلتقيكم الأسبوع القادم دمتم في حفظ الله ورعايته مفاتيح الخير مغالقة للشر اشتركوا في القناة